مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وقبل ما أبدأ هذه الحلقة عايز أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم بكل الخير والسلام سنة سعيدة عليكم سنة مليانة بركة لحياتكم ولأسركم وبصلي أن هذه السنة تكون أيضا سنة فيها بننمو في معرفة الرب وفي خدمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح كل سنة وحضراتكم بكل الخير والسلام من بعد أكتوبر 7 أو 7 أكتوبر كثرة الحديث عن إسرائيل وامتد الحديث لكي ما يشمل السؤال المتعلق بعلاقة إسرائيل والكنيسة ونادى البعض بصراحة وفي أماكن كثيرة بأن الكنيسة قد حلت مكان إسرائيل وأن الله لا يعتبر شعب إسرائيل شعبا له وأن فكرة الشعب المختار قد انتهت وأن فكرة الوعد الإلهي لإبراهيم قد انتفى واقتبسوا من كلمات الرب يسوع عندما قال لشعب إسرائيل هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا واعتبروا أن بهذه العبارة قد انتهى شعب إسرائيل وانتهت الأمة الإسرائيلية وأن الآن الله عنده شعب آخر حل مكان إسرائيل وهو الكنيسة لكنهم لم يكملوا قراءة نفس النص الذي تحدث فيه المسيح وقال هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا لأن بقية الآية بتقول لأني أقول لكم أنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب يعني الأمة اليهودية نفسها الرب اللها قال للكتبة والفريسين هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا قال لهم أن أنتم هترونني وهتقولوا مبارك الآتي باسم الرب في هذه الحلقة وهي بعنوان إسرائيل والكنيسة وهل حلت الكنيسة مكان إسرائيل هذه الحلقة هي حلقة لهوتية بمعنى أنه هنتناقش فيها من وجهة نظر الكتاب المقدس وعشان أكون عادل ومنصف هقدم كل المدارس التفسيرية المتعلقة بالإجابة على هذا السؤال وهو أقدم أيضا نقد لهذه المدارس وهتعرفوا في الآخر ما هو رأيي وإيماني في هذا الموضوع لكن لن أتناول من وجهة نظر واحدة كما يفعل البعض وكأن ما يقولونه هو الحق المطلق أنا هتناقش الأفكار اللاهوتية والمدارس التفسيرية المتعلقة بالإجابة على هذا السؤال هل حلت الكنيسة مكان إسرائيل؟ سمعنا الأيام اللي فاتت من على منابر كثيرة بأن شعب إسرائيل ليس له لا مستقبل ولا خطة وإن الكنيسة حلت مكان إسرائيل وسمعنا أيضا على بعض المنابر الأخرى أنه لا هذا الطرح طرح خاطئ وإن إسرائيل لها مستقبل ولها خطة عند الله وأن الله لا يمكن أبدا أن ينكر نفسه وعدم أمانة شعب إسرائيل لا يمكن أبدا أنها تبطل أمانة الله نحو عهوده ووعوده للإجابة على هذا السؤال هناك ثلاث مدارس تفسيرية ثلاث مدارس تفسيرية وعلى فكرة هذه المدارس التفسيرية على أساسها بيتحدد مش بس الإجابة على سؤال المتعلق بإسرائيل والكنيسة لكن مرتبط يمكن كل فهمنا للمجيء الثاني وكل فهمنا للوعود التي وعد بها الرب شعبه في العهد القديم وكل نظرتنا إلى الكتاب المقدس يعني الموضوع مش موضوع بسيط وموضوع مجرد بس إجابة على سؤال لكن المدرسة التفسيرية التي يتخذها الشخص بتأثر على نظرته للعهد القديم نظرته للعهود في العهد القديم وعهود الله مع سواء إبراهيم أو مع موسى أو مع داود أو العهد الجديد وكمان بتحدد لنا وجهة نظرنا فيما سوف يحدث في مجيء الرب في مجيئه الثاني يعني بتأثر على تفسيرنا لكتاب المقدس كله مدرسة هذه المدرسة الثلاثة ألخصها في الثلاثة أول مدرسة هي مدرسة الاستبدال مدرسة أن الكنيسة حلت مكان إسرائيل أو زي ما احنا بنطلق عليها ريبليس منثيولوجي يعني حاجة لهوت الاستبدال لهوت حل أو حاجة حلت مكان حاجة وبيطلق عليها أيضا يعني إنها المدرسة اللي بتؤمن إنه ربنا شال شعب وحط شعب جديد المدرسة الثانية بتقول لا ما فيش حاجة اسمها إنه الله استبدال شعب بشعب أمال إيه؟ بقولك لا الكنيسة الكنيسة هي موجودة في العهد القديم موجودة في العهد القديم وبداية الكنيسة موجودة في العهد القديم الله عنده شعب واحد هذا الشعب الواحد مكون من المؤمنين في العهد القديم والمؤمنين في العهد الجديد فهي يعني الاستمرارية الاستمرارية استمرارية شعب واحد في العهد القديم وفي العهد الجديد ولا يوجد حاجة اسمها سرائيل والكنيسة لكن هي كنيسة موجودة من العهد القديم ومكملة في العهد الجديد كويس دي مدرسة تانية المدرسة التالتة بتقول لا إسرائيل شيء والكنيسة شيء دول شعبان مختلفان الكنيسة لم تحل مكان إسرائيل ولم تأخذ مكان إسرائيل هناك حصلت القساوة لكن هذه القساوة هي مؤقتة لكن الله أمين نحو عوده وأمين نحو عهوده وهيكمل مع هذا الشعب إلى النهاية وفي مجيء الرب يسوع هذا الشعب سيعرف الرب كويس فالكنيسة لم تأخذ مكان إسرائيل ده دول الثلاث مدارس كويس اللي موجودين على الساحة والموجودين في التواف المختلفة والأفكار اللاهوتية المختلفة طيب هنأخذ مدرسة مدرسة ونحاول نجاوب على أسئلة كثيرة متعلقة بكل مدرسة تفسيرية نبدأ الأول بالمدرسة البديلية اللي هي لهوت الاستبدال أو البدل إنه الكنيسة حلت مكان إسرائيل اللي بنسميها زي ما قلت او بنسميها سوبرسيشونيزم كويس إنه حاجة خدت مكان حد كويس دي دي المدرسة الأولى وهذه المدرسة على فكرة من أشهر المدارس اللي في عالمنا العربي في عالمنا العربي وهذه المدرسة بدأت من سنة 155 مع جاستين مارتور وكملت إلى الإصلاح وإنه ما فيش حاجة اسمها إسرائيل وإسرائيل انتهى كشعب وإنه الله دلوقتي هو اللي بيتعامل مع الكنيسة ولا يوجد حاجة اسمها شعب إسرائيل المدرسة دي هلخص لكم بعض الأفكار المهمة اللي بتنادي بيها وأنا أكيد عارف أنه حضراتكم يعني familiar أو عارفين بما تنادي هذه المدرسة لكن خلينا نمشي وحدة وحدة يؤمن أصحاب هذه المدرسة التفسيرية بأربع أمور أنا بتكلم عن مدرسة إنه الكنيسة حلت مكان إسرائيل بيؤمنوا بأربع أمور أول أمر الله ألغى عهده ووعوده لإسرائيل بسبب رفضهم للمسيح خلاص موضوع خلص العهد الإبراهيمي خلص والعهود اللي ربنا قطعها معاهم في العهد القديم خلص وخلصت بسبب رفضهم للمسيح ودايما بيغضوا زي ما قلت الآية اللي بتقول هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا لكن ما بيكملوش بقية الإراية إنه إزاي إن المسيح بيقولهم ولكني أقول لكم أنكم لا ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب كويس لكن هي الفكرة العامة دول شعب وحش دول قتلة المسيح دول رفضوا المسيح دول ما لهمش أي علاقة بالله دول شعب ومتمرد دول كذا وكذا وكذا كل اللي أنتم بتسمعوه وعيس الله ألغى عوحده ووعوده لإسرائيل بسبب رفضهم للمسيح ده أول نقطة في هذه المدرسة نقطة الثانية اليهود ليسوا شعب الله خلاص ما تجيش نهارة تقولي إنه الشعب اللي موجود في إسرائيل ده اليهود اللي موجودين في إسرائيل دول شعب ربنا فيش حاجة اسمها شعب ربنا شعب ربنا بقى الكنيسة لكن اليهود دول دول سميهم زي ما تسميهم سميهم سهينة سميهم أي حاجة لكن ما تسمهمش شعب الله هم ليسوا شعب الله المختار انتهى الموضوع برفضهم للمسيح انتهى موضوع وإنه يكونوا شعب الله المختار النقطة الثالثة والمهمة اليهود ليس لقوا مستقبل خلاص ما بيش لقوا مستقبل وارتباطهم بالأرض ده ده حاجة يعني ده ده هم مستبدين أخذوا هذه الأرض بالعنف وما لهمش أي حق لا ليهم أي حق في وعد الله ليهم بالأرض ولا ليهم أي حاجة خلاص الموضوع انتهى وما لهمش مستقبل ما لهمش مستقبل كل اللي قالوا ربنا ليهم وايس قديما الكنيسة خدته وكل اللي قالوا ربنا ليهم قديما متعلق بأمور أرضية بنفسرها بنها لها معاني روحية علشان تتحقق في الكنيسة كويس لكن ليس لهم مستقبل البتة ونقطة الرابعة الله أدان اليهود بسبب قتلهم للمسيح واطلق عليهم انهم قتلت المسيح كويس ده ملخص فكر اللهوت الاستبدال انه الكنيسة حلت مكان اسرائيل فأي كلام عن اسرائيل النهاردة على انها شعب الله ده كلام فاضي ليس له أي أساس من الصح ده بحسب هذه المدرسة التفسيرية وهذا المدرسة التفسيرية عايز أقول لكم حاجة إنها مدرسة خطيرة جدا خطيرة جدا وأكلم عن خطورتها في أمور كثيرة لكن أكمل مع حضراتكم بقية الأفكار اسرائيل لم تعود شعب الله زي ما قلت لا يوجد مستقبل لإسرائيل كشعب الله ليس لهم الحق في الأرض خلاص موضوع انتهى ما لهمش حق أبدا في الأرض العايشين فيها المفروض يعيشوا مشردين محكوم عليهم بالهلاك والضيعة ده كل اللي بتقال هذه الأيام أصحاب هذه المدرسة بيقولوا عن شعب إسرائيل يبقى عهد الله مع إبراهيم انتهى بمجيء المسيح ومعه انتهت فكرة الأرض ومعه انتهت فكرة الأرض انتهى مكان أردي ليحل مكانه ما هو روحي خلاص مملكتي ليست من هذا العالم هناك مملكة أخرى روحية حلت مكان المملكة القديمة طيب نعمل ايه في القديم ونعمل ايه في عهود الله ونعمل ايه في وعود الله ونعمل ايه في موعيد الله لشعبه في القديم ونعمل ايه في البركات الإلهية قالك لا 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 ده كله ناخده بمعنى روحي وهنا الأصحاب هذه المدرسة أنا من وجهة نظري بيدمروا العهد القديم يعني نظرتهم العهد القديم ليست هي نظرة المسيح نفسه للعهد القديم كويس كل ما كان وكل ما قيل عن اسرائيل كويس لابد أن يؤخذ بمفهوم روحي ولا يؤخذ بمفهوم حرفي منفعش ناخد المواعيد الإلهية عن اسرائيل أن ربنا هيرجعهم وأنه هيسكنوا في الأرض آمنين وأنه رب يعني هيقيم لهم راعيا كداود وكل الكلام اللي تقال عنهم ده في العهد القديم ما ينفعش ناخده حرفيا ما ينفعش ناخده حرفيا وما لنعمل فيه ناخده روحيا رمزيا بيشير إلى حاجة مرتبطة بالكنيسة كويس ده الفكر أو مدرسة الإحلال أو الاستبدال إنه الكنيسة حلت واستبدلت بشعب إسرائيل إيه بقى خطورة هذا الفكر هذا الفكر له مخاطر كثيرة جدا أول حاجة إنه يجعل من الرب كاذبا خلاص ربنا الوعود اللي قالها اللي هي المفروض عهد الله مع إبراهيم بنسميه Unconditional Covenant Unconditional Covenant يعني عهد غير مشروط عهد غير مشروط مكون من ثلاث أمور مهمة جدا مكون من الوعد بالأرض الوعد بالنسل والوعد بالبركة كويس فإحنا بنجعل من الله شخص كاذب لا يحفظ عهوده ولا وعده الغير مشروطة الغير مشروطة كويس دي أول حاجة وأتكلم عن بعض النصوص اللي بتكلم عن هذا الجزء الأمر الثاني يحرر على العداء لإسرائيل إحنا سمعنا يعني كلام ده في وعز أنا مش بكيب كلام ده من عندي فعلا يحرر على العداء لإسرائيل بوصفهم قتلة المسيح والنهاردة الغالبية العظمى من الفكر في العالم العربي تجاه إسرائيل هو فكر إسلامي عند المسيحيين أو فكر إسلامي سياسي من أيام جمال عبد الناصر هذا هو الفكر اللي تربى عليه أجيال وأجيال إن دول شعب صليب الركبة كأننا أفضل منهم يعني كأننا في علاقتنا مع ربنا أفضل منهم دول شعب صليب الركبة دول ما بيجيش منهم حاجة حلوة دول شعب كذا ودول شعب كذا ودول شعب كذا وكل النقمات ودول أحفاد القردة والخنازير كل الكلام إحنا بس كمسيحيين الحاجة الوحيدة اللي تنقصنا في العالم العربي إن إحنا نقطبس الآيات القرآنية ونستخدمها زي الإخوة المسلمين ضد شعب إسرائيل إحنا بنقول كل حاجة بس يعني شوية عندنا خشة إنه ما نستخدمش الآيات القرآنية اللي بدين إسرائيل حاجة التالتة ده تفسير خاطئ وسوء فهم للعهد الجديد وبالأخص لرسالة روميا وبالأخص لرسالة روميا أنهارا لحضراتكم بعض الأجزاء خليني أنا أحطها على الشاشة وحابب كمان أقراها من الكتاب المقدس لأنه تكون الإراءة بالنسبة لي قدام عنايا يعني أرلكم من روميا أصحاح ثلاثة نبدأ كده من روميا أصحاح ثلاثة كويس ونشوف الرسول بوليس بيقول لنا إيه عن عهود الله وعن شعب إسرائيل كويس لأنه مشكلة مشكلة الأصحاب لهوت البدل أني بقولك الكنيسة حلت مكان إسرائيل مع أنه الكنيسة شيء وإسرائيل شيء في العهد الجديد نفسه بعد لما بدأت الكنيسة يعني كتاب العهد الجديد وبعد بداية الكنيسة بنجدهم بيفرقوا بكل وضوح ما بين الكنيسة وإسرائيل ما بين الكنيسة وما بين إسرائيل بكل وضوح من 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 أول متة لحد سفر رؤية لكن نشوف هنا رسول بوليس بتكلم عن إيه بتكلم عن أمانية الله لما بيجي في أصحاح ثلاثة من رسالة رومي بيقول إذن ما هو فضل اليهودي ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان كثير على وجه على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله ما بنسمعش حد من اللي بيقفوا على المنابر ويدينوا شعب إسرائيل ويوصفهم بكل الأوصاف إنهم يقولوا إنه هذا الشعب هو الشعب الوحيد اللي ربنا استأمنه على أقواله على مر العسور والأجيال لكن دايما أنه إيه هم قتلة الأنبياء هم كذا وهم كذا وهم كذا لكن ما بنتكلمش زي بوليس الرسول اللي بيكلم بالوحي وبطريقة موضوعية حتى لما بيكلم عن إسرائيل بيكلم عنها بطريقة موضوعية هو عارف إنهم رفضوا المسيح لكن يقولك إنه إنه هذا الشعب هو الشعب الوحيد اللي ربنا استأمنه على أقواله مش كده يقول انه ما هو فضلهم ايه هو اللي بيميزهم واحدة من الامور اللي بتميزهم انهم اولا استؤمنوا على اقوال الله فماذا إذ كان قوم لم يكونوا امناء وعلى فكرة لم يكونوا امناء مش في نسخ اقوال الله لكن في تطبيق اقوال الله على حياتهم مش المسلم يفهمش غلط فماذا إذ كان قوم لم يكونوا امناء افعل عدم امانتهم يبطل امانة الله هل كونهم غير امناء في علاقتهم مع الرب هذا ابطل امانة الله انه يحفظ عهوده ووعوده مع هذا الشعب ده سؤال بتراحه بوليس وبوليس بيقولي حاشا حاشا لا يمكن بل ليكن الله صادقا وكل انسانا كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت بوليس بيجاوب على السؤال انه هل عدم امانة هذا الشعب في علاقته مع ربنا يبطل امانة الله او يوقف او يجعل الله غير امين انه هم مكروا والله خيروا الماكرين ما هو الله رد فعله تجاه مكر الانسان انه يبقى مكر طيب امانة الله هل تتغير لان الانسان غير امين ده السؤال اللي بقوله بوليس بقول لا هل هم عدم امانتهم جعلت من الله غير امين لوعوده وعهوده بوليس بقول لا حاشا دي اول حاجة بقولها بوليس الرسول نشوف حاجة تاني يجي في رومية تسعة رومية تسعة وعشة واحداشر بتمثل اصعب نص لمن ينادونا بلهوت البدل لانه تلات اصححات دول بيكلموا عن اسرائيل بيكلموا عن اصحح تسعة بيكلم عن ماضي اسرائيل اصحح عشرة بيكلم عن بيكلم عن اصحح تسعة عن ماضيهم كيف ان الله اختارهم واختار اسحاق كويس ومن اسحاق اختار يعقوب ومن يعقوب اتى المسيح الى اخره فاختيارهم كشعب اختيارهم كشعب فاصحح تسعة وبعدين حاضرهم رفضهم للمسيح بوليس مش بيقول انهم امنوا بالمسيح بوليس بيقول انهم رفضوا المسيح بايس لكن بيجي في اصحاح 11 يكلمني عن مستقبلهم هل هذا الشعب لهم مستقبل ام لا ده اللي بيجاوب عليه بوليس عشان كده بيعتبر رمية 19 و 11 هي النصوص اللي بتدمر وتسقط نظرية البدل انه الكنيسة حالة مكان اسرائيل احنا هنا مش بنتكلم سياسة احنا بنتكلم كتاب مقدس فسيبنا سياسة على جنب مناش علاقة به احنا بنتكلم على الكتاب المقدس وماذا يقول الكتاب المقدس ليش اي علاقة باي حاجة تاني احنا ملتزمين باعلان كلمة الله بوليس بيقول لنا ايه فرمية 9 بيبدأ اولا بيكلم من عدد واحد انا امكن هنا حطت على الشاشة عدد 4 لكن خليني اقرأ من عدد واحد لانه ده برضو هيددينا فكرة كويس اقول الصدق في المسيح لا اكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع لي بوليس فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد يبقى اخوتي انسبائي حسب الجسد هم من؟ هم شعب اسرائيل شعب اسرائيل اللي هو ايه؟ شعب اسرائيل الجسدي اللي كان موجود والكنيسة ايضا ايه مالها موجودة كويس؟ وبعدين يقول في عدد اربعة الذين هم اسرائيليون ده مش الكنيسة ده شعب اسرائيل ولهم شوفوا بقى اللي بيقولوا عن هذا ولهم التبني شعب اسرائيل لهم ايه؟ التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والموعيد ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الها مباركا بوليس هنا موقفش قال ملعون شعب اسرائيل بوليس هنا موقفش في كنيسة رميا او كتب لكنيسة رميا هذا الشعب الذي هو هالك وضائع ومصيره هلاك ابدي اللي احنا بنسمعه نهاردة عن المنابر بوليس لخص لنا ما هو فضل اليهودي ومن هم اليهود ومن هم اسرائيل لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والموعيد ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد زي ما بكل بكل بساطة حد من كام اسبوع حد واحد من الخدام حد على الفيسبوك ان المسيح فلسطيني نعم جبتها منين دي الى هذه الدرجة الى هذه الدرجة اصبحنا بنلعب سياسة بنشوه الحق علشان نلعب سياسة الى هذه الدرجة لما هو يهودي ومن صبت يهوزة ومن بيت داود فلسطيني ازاي فلسطيني اخواتنا وعلينا على رأسنا بس المسيح لم يكن فلسطيني وعلشان الحرب الدائرة ما بين اليهود والفلسطينيين هت هتضحي بكون المسيح اصلا يهودي يعني حاجات بصراحة حاجات تحزن لكن دي الحقيقة اللي احنا بنشوفها نكمل مع بعض نشوف بوليس بيقولنا ايه عن اليهود ييجي في اصحح كام اصحح 11 وهنا الكلام عن اسرائيل مش عن الكنيسة الكلام عن اسرائيل يقول ايه فاقول العلى الله رفض شعبه هل الله رفض شعبه ما احنا لهوت البدل ده معناه ان الله رفض شعبه واستبدل الشعب الوحش الصليب الراقبة اليهود استبدله بناس حلوين اوي الهي الكنيسة اللي هي اساسا يعني مطيعة ومحبة و ناس افضل من اليهود ناس احنا ناس افضل من اليهود كنيسة كنيسة شعب افضل ارقى شوية من اليهود هنا بوليس بيقول السؤال ده هل الله رفض اليهود العلى الله رفض شعبه خلوا بالكو هنا من التعبيرات العلى الله رفض يعني بوليس مازال بيقول على شعب اسرائيل اللي موجود اللي تكلم في اصحاح عشرة عن حاضره واللي هو عايش فيه ورفضه للمسيح مازال بوليس بيقول العلى الله رفض شعب كيس يقول لنا بوليس حاشا مرة تانية حاشا يعني مرة الاولانية انه انه قال لعل عدم امانتهم تبطل امانت الله قال حاشا هنا قال لعل الله رفض شعبه قال ايضا ايه حاشا لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من صبت بن يمين لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه الله لم يرفض شعبه الذي سبق فعرفه طب نيجي الى نقطة اخرى هل هذا الشعب مستقبل لانا لسه فرميا على فكرة لسه يعني نصوص اخرى كثيرة لسه فرميا يقول لنا في عدد خمسة وعشرين فانه لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر لألا تكونوا عند انفسكم حكماء ايه بقى هو السر السر ان القصاوة قصاوة شعب اسرائيل قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم وانتهي الموضوع يا بوليس قال لأ ما انتهيش الموضوع وهكذا سيخلص جميع اسرائيل الغريبة لما تروح للتفسيرات يعني مثلا جون كالفين في تفسيره لهذا النص قال لك كل اسرائيل هنا معناها كل المختارين اللي هم الكنيسة المختارة انت عارفين الفكر المشيخي مبني على واحدة من القواعد الاساسية انه اختيار غير مشروط المؤمنين ف اسرائيل هنا اللي بيكلم عنها بوليس ده ده سير جون كالفين هي الكنيسة بس ده كل التسعة وعشر وحداشر اساسا بيكلم عن اسرائيل حسب الجسد مش بيكلم عن اسرائيل الكنيسة بيكلم عن اسرائيل حسب الجسد سؤاله هنا عن اسرائيل حسب الجسد وهكذا سيخلص جميع اسرائيل لا كويس اسرائيل حسب الجسد البعضين في عدد 28 بيقول لنا هما من جهة الانجيل هم الانجيل هم اعداء هما بيعدون هما مش عايزين يقبلوا رسالة المسيح هم من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم حصلت القساوة كويس جزئيا علشان يدخل ملء الامم فبوليس بيقول انه ده بركالينا من اجلنا احنا واما من جهة الاختيار اختيار الله ليهم من البد عهد الله مع ابراهيم فهم احباء من اجل الاباء فيه النهاردة واحد يقدر يقول على المنبر في العالم العربي من الاسوس اللي بينادوا بتكفير اسرائيل يقدر يقول انهم احباء من اجل الاباء من جهة الاختيار هم احباء من اجل الاباء ليه بوليس يقول الكلام ده يقول انه بات الله ودعوته هي بلا ندامة يعني الله ما ندمش الله عارف قسوتهم وهو هيتعامل معها زي ما هيتعامل معها مرة قبل كده دي اول مرة انهم يكونوا قسات او اول مرة يرفضوا انهم يعني يعيشوا في حياة العصيان دي مش اول مرة بس هبات الله ودعوته هي بلا ندمة اصحاح 11 بيرعبنا لما نقرأه لانه بيقول انا الاممي ها الغصن اللي طعم في الزيتونة الاصلية باجي وبفتخر على هذه الزيتونة يعني بوليس بينقشها بطريقة منطقية جميلة ففكرة فكرة انه الله استبدأ الشعب بشعب هذه الفكرة من وجهة نظري مدمرة لكلمة الله مدمرة لكلمة الله وتبث سم العداء والكرهية لشعب اسرائيل على مر العصور وللأسف و يعني حتى سفر الرؤية زي ما قلت لكم من كتاب مليان نصوص سفر رؤية مثلا لما بكلمني في رؤية أصحح سبعة كويس ممكن مش موجودة على الشاشة النص لكن أقرلكم سفر رؤية أصحح سبعة كلم عن المجيئ التاني كلم عن المجيئ رب التاني يقول كده في عدد أربعة من أصحح سبعة وسمعت عدد المختمين مئة وأربعة واربعين ألفا عدد المختمين مئة واربعين ألف كويس مختمين من كل سبت من بني إسرائيل من سبت يهود 12 ألفا من سبت رأبي 12 يعني بكلم على اليهود إنه هذا الشعب وهذا الأصباط طبعا أي واحد بيؤمن بلهود البدل هيروح واخد النص ده ويفصر تفسير رمزي وده اللي بيتبعوه دايما في هذه النصوص إنه هذه النصوص لها تفسير رمز أخد مداخلة الأخ جمال من تونس ألو 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 تسمع بكي أيوة بسمع أيوة كل عام أنت بخير كل عام أنت بخير وكل عام والعالم كله يعني في أمان وسلام المهم يعني أنا سمعت يعني كلامك ومحاضرتك ممتازة وهذا يعني كوي جدا أردت فقط يعني أن أشرح موقفنا كتونسيين وكمسلمين يعني على مشكلة لابد لابد التمييز لابد التمييز لأن هناك يعني بنوا إسرائيل وهناك اليهود وهناك الذين هادوا يعني حتى الآن لأنني مفكر وبحث التخطيط الاستراتيجي لا أتحدث عن العالم العربي أتحدث عن الدول العربي لأنه يعني هناك كثير مشاكل لكن نحن في القرآن على حسب إسلامي أنا على حسب تفكيري أنا يعني أنه بني إسرائيل في القرآن يعني كانوا شعب الله المختار لكن لم يعودوا شعب الله المختار لأنهم خرجوا عن رسالة الإلهية وكذلك يعني الإشكالية لما أشوف اليوم اليوم شو يصير بغزة شو اللي صاير بغزة اللي صاير بغزة تحت غزة هناك غاز هناك غاز وهناك الغاز الذي كانت روسيا تعطيها إلى تبيعه إلى أوروبا صار بتبيعه للصين وإحنا الاستراتيجيين أنا من يوم 25 فبراير وأنا بقول حصير جرائم وكذا وكذا لأنه جرائم كيف فهمك نحن المسلمون يعني عندكم إخواننا المسيحي يعني وأنا عاشت بلوبنان وعاشت بسوريا يعني بتقولوا الحق موسى يعني الحق موسى وموسى هذه الأسنين وكمان الله يعني شايف أنا عاشت مع أخواني المسيحية في سوريا وفي لوبنان وحتى في فرنسا وأنا عاشت ما بين فرنسا وطولس يعني شايف الكاتوليك كيف بمرغدولهم في أنوفهم يعني الآن شايف كيف مسخ الأخواننا المسيحيين الكاتوليك يعني بفرنسا وبإيطاليا وأصبح الباب مسؤول على جرائم ما قام بها يعني الرهبان وكذا وكذا يعني أنا الصحي أني أتكلم على إدعاءات باطلة واضح يعني الآن كيف نرى مستقبلنا للسلام معنا يعني الآن القارب بيغرق باسيحي كاتوليك ومسلمي قاعدين بنغرق وقال إيه في حكاية يهود وكذا وكذا لكن في الحقيقة في يعني حتى جنوب لبنان حيحتلوه خلاص حيحتلوه سيئ متفقوا يعني فيه غاز هناك يعني مثلا الحسين أنا من أهل بيت رسول الله أنا لا أعترف بهم يعني حيوقفوا السلع على البحر الأحمر وحيغلوا في السلع وحيغلوا في التأمين ونحن نحن الشعب الضعيف اللي حنقول الله يبارك يعني بالله يأشرح الأشياء طيب أنا أسأل حضرتك سؤال يعني أشكرك أولاً على المداخلة وأنا متفهم طبعاً لما 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 نحن بنقول إنه شعب إسرائيل شعب الله أو كده نحن لا نوافق على ما يفعله ده مش معناه إنه إنه إحنا بديهم يعني كارت بلانش كده إنه يعملوا اللي يعملوه محدش بيقول كده لازم نقف نقول ده حق وده باطل دي حاجة حاجة تانية حضرتك يعني بتكلم عن طبعاً أنت كباحس وعارف يمكن أمور خبايا أكتر مني لكن من هو المعتدي من هو المعتدي آه فيه صراع بقاله خمسة وسبعين لا المعتدي المعتدي هم حماس اللي هن إرهابيين حماس إرهابيين يعني يعني أنا لو يهودي أنا لو يهودي أنا عايز أعيش في السلام أنا برضو عايز أعيش في السلام عايز أعيش وأبقى متطمن أي واحد يعني حضرتك لتسي عايز أعيش في فرنسا ليه ليه مثلاً الجزائريين أو غيرهم أو المصريين عايزين يعيش في أوروبا لأن كل أحد يدور على أمانه عايز أعيش في مكان فيه نوع من الاستقرار والأمان اليهودي نفس الحكاية يعني الحرب الدائرة دي وانت سيدي أنت وصلتني هللي ما تفقين علي هنويات بالزبط يعني يعني عشان كده لازم يكون فيه سلام ولازم يكون فيه سلام عادل ولازم الفكرة يعني أخ جمال أنه أوقات كتيرة للأسف النصوص الإسلامية القرآنية ما بتعيشنيش في سلام مع غيري حتى مع المسيحيين يعني أنا بابقى سايب تونس هربان من من الاتهاد مثلاً في تونس وعايز أروح فرنسا أطبق الشريعة الإسلامية اللي أنا هربان منها يعني 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 النصوص هي اللي بتتحكم أوقات في أفعال إنسان يعني واحد لما يحط فيه شريعته إبادة إسرائيل كهدف أساسي طب أنا هعمل معاه لا لا حبيبي 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 أنا الآن أنا دائما أنا دائما عندي مشكلة مع المسلم مع أخواني يعني نحن عنا صراع نحن في المسلمين ما بين بعض يعني لأنه السنة السنة اللي بيحقوا عليها في الإسلام لحظة لحظة السنة اللي بيحقوا عليها في الإسلام يجد بعد ميتين سنة من موت محمد رسول الله صح وحي وحرف الدين وحرف كل شيء يعني لنكون واضحين يعني لا إكرهة في الدين وصورة يا أيها الكافرون يعني واضحة كافية وعا لكن نحن ما نفي حوار ديني لأن أنا أعتبرك إنسان كامل وستدخل للجنة أنت بالذات هتدخل للجنة وكل إخوان المسيحيين هيدخلوا للجنة ليس شو المشكل يعني بينما هناك تجار دين ابتدي بسهل السنفار ولا شو اسمه هذا القائد هذا الحمد يعني أكبر إرهابي بني مني تاني هو قدرت خمسين مليون دولار حيحاكم عليها من قطر علشان يدخل السلاح شو اسمه للجماعة للجماعة الإرهابيين هذول يعني يعني ما في مسيحيين قاعدين بيموتوا في في شو اسمه في غز يعني 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 ما هو ما هو ما هم أخواننا هذول يعني يعني ليش ليش بدنا نحط إنه في يعني مؤمنين وكفار يا حبيبي يعني الكاتوليك والمسلم والمسيحي كلهم قاعدين بنغرق هل إيه ليش لمصالح أمريكا لمصالح الغاز ولمصالح ما مر هو طبعا الدول الدول يعني لها مقيس طبعا غير الأفراد يعني أنا وإنت عايزين نعيش في سلام السياسات بتاعة كل دولة بتأثر فينا سواء إيجابي أو سلبي لكن عايز أقول لك أنه يعني أشكرك على منتظم والله وصلت للمنتظم السياسات وصلت للمنتظم أنا أنا الذي أشكرك وأنا الذي أهنيك لأنك قاعد بتنور فينا وقاعد بتعطينا في الأفكار صحيح شكرا لك شكرا لك كل عام أنت بخير يعني كمّل مع بعض البرنامج أمين ده ده بالنسبة أولا شكرك أخ جمال على هذه المداخلة يعني ده بالنسبة للمدرسة الأولانية أنا عندي 15 دقيقة أحاول أن أنا يعني أبقى مختصر مفيد زي أقول أجل المدرسة التانية نظرية الشعب الواحد المستمر قال لك ما فيش حاجة اسمها شعب إسرائيل ما فيش حاجة اسمها الكنيسة الكنيسة موجودة هي في فكرة الله أساسا من الأول وموجودة مع جماعة المؤمنين في العهد القديم عشان كده بسميها نظرية الشعب الواحد المستمر كويس بيقول أصحاب هذا الفكر أن الله لم يستبدل إسرائيل بالكنيسة فعلاقة إسرائيل متطورة ومتدرجة يعني حصل نوع من الريكونستركشن لها على مدار العصور الكنيسة في فكرة الله منذ الأزل ومؤمن العهد القديم هم جزء من الكنيسة الممتدة على مر العصور طبعا هذه المدرسة يعني ما عرفش إزاي بتتعامل مع إنه الكنيسة شيء وشعب إسرائيل شيء في الكتابة مؤدس لكن هما بيشوفوها إنها علاقة مستمرة يوجد ثلاث فئات في العهد القديم بيكلم عنهم العهد القديم يوجد الأمم كلنا معارفين الأمم ويوجد شعب إسرائيل الأمة اليهودية والعهد القديم مرات ومرات يكلم عن البقية الطقية البقية الطقية دي هي الكنيسة اللي موجودة من العهد القديم ويس وهذه البقية الطقية هي اللي استمرت وبعدين آمنت بالرب يسوع فمن هنا بدأت إيه؟ فمن هنا بدأت الكنيسة أو الكنيسة في منظور في مفهومها المسيح اليهود الأطقياء هم الذين أمانوا بالمسيح يوم الخمسين وكانوا نواة الكنيسة والروح القدس انسكب على إسرائيل الحقيقي وصار للرب شعب واحد مكون من اليهود ومن الأمم ويس دي المدرسة دي هي طبعا هناك تحديات كثيرة في تفسيراتهم حتى لرسالة رميا إلى آخره لكن دي مدرسة موجودة وإنه إسرائيل هي يا شعب الله هناك إسرائيل واحد بس لا إسرائيل الجسدي لكن إسرائيل الروحي اللي هو كنيسة المسيح طيب أجي المدرسة التالتة ويه المدرسة دي تهمني أنا شخصيا اللي هي إسرائيل والكنيسة شعبان مختلفان والكنيسة لم تحل مكان إسرائيل كشعب لله أنا دايما أقول إنه نقطة الانطلاق في التفكير اللي هوتي بتحدد أنا هاوصل لفين عاملة زي لما بتطلق ساروخ من الأرض للفضع الساروخ ده لازم يكون مقيسه وإنت عارف هتطلقه أنهي اتجاه نقطة الانطلاق بتاعته هي اللي بتحدد هيروح فين هي اللي بتحدد هيروح فين نقطة الانطلاق في الفكر المسيحي نهاردة هي هل الله عنده شعب واحد وبالتالي الكنيسة حلت مكان إسرائيل أم أن هناك شعبان وهناك خططان لله كويس وإنه الوقت اللي احنا فيه ده وقت الكنيسة لكن هيأتي وقت آخر الله فيه يتعامل مع شعبه كويس دي بتحدد لنا حتى إزاي نفسر النبوات في العهد الأديم إزاي نفسر الكتاب المؤدس حرفيا ولا رمزيا إزاي ننظر لمجيء المسيح التاني بالتفاصيل المختلفة أو مجرد إن المسيح جاي وانتهى الموضوع كل هذه الأمور بيحددها ليا نقطة الانطلاق هنا مش كده بقول الموضوع ده مهم مش موضوع بس مجرد سؤال إجابة على سؤال موضوع ده بيحدد كثير من التفسيرات المتعلقة بكلمة الله في أمور لهوتية كثيرة بيس إسرائيل والكنيسة شعبان مختلفان والكنيسة لم تحل مكان إسرائيل كشعب لله شوف كنيسة تختلف عن إسرائيل في عدة أمور فهي لم تبدأ يوم الخمسين سوري الكنيسة بدأت يوم الخمسين دي بداية الكنيسة دي ولادة الكنيسة الكنيسة ولدت يوم الخمسين عشو كده فكرة الكنيسة موجودة في العهد القديم لا تنطبق مع أحداث ومعاملات الله في العهد الجديد مع الكنيسة كنيسة لم تبدأ إلا في يوم الخمسين ومن ثم لم تكن لها وجود في فترة العهد القديم كويس وهناك ثلاث حقائق بيأكدوا دي ثلاث حقائق بيأكدوا تميز الكنيسة وعدم وجودها في العهد القديم وأنها بدأت يوم الخمسين أول حقيقة بتقول أنه العهد الجديد نفسه بيفرق ما بين إسرائيل كشعب وما بين الكنيسة زي ما قلت في النصوص كثيرة نصوص كثيرة يعني مثلا أرى لكم نص من هذه النصوص لما يقول بوليس الرسول في كورنسوس الأولى عشرة وعدد اثنين وتلاتين كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانين ولكنيسة الله يعني يعني هو هنا حدد لي ثلاث فئات من الناس ما قاليش أنه الكنيسة الله هم هم إسرائيل الجديدة ما قاليش كده قال لي في ثلاث فئات من الناس في اليهود واليونانين وشعب وكنيسة الله حاجة تانية لم يكن الكنيسة وجود في الأزمنة العهد القديم لكنها تأسست يوم الخمسين فهي بالتالي تنفرد كويس أنها الاجنت اللي الله بيعمل فيها ومن خلالها في هذا العصر الحالي اللي بنتلق عليه عصر النعمة اللي بدأ من يوم الخمسين وينتهي في الاختطاب عشان كده هذا التميز بنجده في أكتر من أمور الرب يسوع قال لتلاميذ أبني كنيستي واللي يقراها سواء بالانجليزي أو باليوناني هيعرف أنه أبني كنيستي في المستقبل I will build my church فهو لم يقل أنه سيضيف إلى شيء موجود وقائم ها سيضيف إليه أو أنه يصنع شيئا يعني إضافة لما هو موجود لا ده بيقول أنه كنيسة هتبدأ في المستقبل في المستقبل والمستقبل اللي بيكلم عنه الرب يسوع هو يوم الخمسين لما يحل الروح القدس عليهم وعش كده قال للتلاميذ لا تبرحوا من هنا وحل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين في العلايكة ومن هنا انطلقت بداية الكنيسة هو قال أبني كنيستي رب يتكلم عن شيء مستقبلي حاجة تانية الكنيسة لابد أن يكون لها رأس والرأس هذا هو المسيح والمسيح صار رأسا للكنيسة بعد قيامته من الأموات ومن ثم لم يكن وجود الكنيسة ممكن إلا بعد مرور الوقت على قيامة المسيح ده اللي بيقولنا كتاب آفاسس واحد عشرين بيكلم عن الحقيقة دي بكلم عنها بكل وضوح ويهجع على رأسا للكنيسة يسوع المسيح المقام من بين الأموات لم يكن ممكن للكنيسة أن تكون كيانا عاملا يتمتع بمواهب روحية في العهد القديم لكنه أصبح واقع بعد صعود المسيح بعد صعود المسيح حلول الروح القدس في العهد القديم كان حلول وقتي لمهام معينة لم يكن حلولا دائما وسكن دائما أما في الكنيسة حلول الروح القدس فهو حلول دائم وإنه هذا الكيان الجديد الذي ولد يوم الخمسين وبدأ يوم الخمسين أيضا أصبح ممكن لمن قام من بين الأموات أن يعطي عطايا ومواهب لهذا الكيان حتى يتم خدمته وهذا لم يكن ممكنا قبل صعود المسيح هناك أيضا كتال العهد الجديد يتكلم عن السر كنيسة كسر بمعنى أي سر بمعنى أنه لم يكن معلنا في العهد القديم كنيسة سر أعلن في العهد الجديد لم يكن سر معروفا في أزمنة العهد القديم إيرا فاسوس ثلاثة إيرا كولوسي واحد الرب يسوع هو مؤسس الكنيسة هو مؤسس الكنيسة فهي كنيسته هو أساسها وبصفته مؤسس الكنيسة اختار التلاميذ الذين كانوا من شأنهم أن يشتغلهم أيضا ويكونوا مكانا يؤسس عليه الكنيسة وعلى هؤلاء التلاميذ أيدهم بالروح القدس عمل الروح القدس صاروا نواة لكنيسة المسيح صار المسيح مؤسس الكنيسة بل هو حجر زويتها بموته وقيمته فقد اقتنى المسيح الكنيسة بدمه كنيسة الله التي اقتناها بدمه وبقيامته من الأموات وبصعوده إلى السماء صار المسيح رأس الكنيسة الكنيسة هي جسد المسيح كنيسة هي جسد المسيح دي نقطة مهمة جدا سعيدنا على فهم علاقة الله بالكنيسة وعش كده الكنيسة لها بداية ولها نهاية اذا فهمت انه انه هذا العصر هو عصر الكنيسة لا مش معناه انه ربنا مش بتعامل مع شعب اسرائيل لا كل من يؤمن من اسرائيل بيصير عضو في الكنيسة كل من يؤمن من اسرائيل بيصير عضو في الكنيسة عش كده عندنا عمل الله الكثير واصل اليهود هناك كنايس بنطلق عليهم اللي هو اليهود المسيانيين اليهود اللي امنوا بالمسيح كالمسيح هناك اجتماعات وكنيس في كل بلاد العالم فيها يهود امنوا بالمسيح دي الكنيسة السر انه الكنيسة المسيح مكونة من امم ومن يهود طب هل الله رفض شعبه ارجع لنفس السؤال اللي سأله بوليس بوليس الرسول قال حاشا 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 وحاشا وحاشا انه وعد الله قائم وانه هناك زمن عندما يأتي يسوع المسيح هيتعامل الله بطريقة مع شعبه نقرى سفر الرؤية نقرى دانيال نقرى كل دوان بوضوح ان الله لسه هيتعامل مع شعب اسرائيل وسيخلص اسرائيل وسيعرف الرب عش كده اجل السؤال هل الكنيسة حلت مكان اسرائيل اقول حاشا قال الله رفض شعبه اقول حاشا لكن الله مازال لشعبه خطة وهيحققها في المستقبل هنلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم